السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة الحلقة الثانية يا جماعة إن شاء الله للسمان اللي طالع عندنا من الفقاسة زي ما انتم شايفين دي الحضانة بتاعتهم دي عبارة عن كارتونة وعملين اللمبة اللي هي الحلزونية دي يا جماعة دي لمبة سبتة وعملين اللمبتين اللمبة الصفرة دي واللي هي دي على ترمستات زبطين درجة الحرارة بتاعت الترمستات على تلاتين درجة طبعا دي لسه طبعا لما نحط السمان عندنا في الحضانة هنشوف إن كانوا سقعانين بنزود درجة الحرارة شوية طبعا كل يوم يا جماعة من جود السمان في الحضانة بنقلل درجة الحرارة نص درجة وطبعا احنا بنستقبله على مية بسكر أو مية بعسل المتوفر أو محلول معالجة الجفاف طبعا وعلى علف تلاتة وعشرين في المية بروتين مطحون بس انا لسه هطحن لهم العلف وحطوا لهم سقاية المية على ما الحضانة بتاعتي داخل درجة الحرارة بتاعتها المطلوبة ويتفصل معانا ونبدأ إن شاء الله نجيب السمان فيها ما نجيبش السمان يا جماعة للحضانة إلا لما تبقى دافية بحيث إن هما ما ياخدوش لفعت بند وطبعا هغطي كمان عندي الحضانة بسجادة صلاة علشان تحافظ على الحرارة جوه بإذن الله إن شاء الله بس نخلص كده وأطحن العلف وأحط السقاية ووريكم السمان بعد ما أحطوا في الحضانة إن شاء الله زي ما انتوا شايفين يا جماعة نقلتهم في الحضانة أهو لسه حطاهم حالا وطحنت لهم الأكل والمية قدامهم مية بسكر طبعا المفروض كان نشارة بيضة يا جماعة يعني النشارة بيضة يعني إيه أصلح من النشارة الحمرة ولكن إحنا رحنا النهاردة وما لقانش برضو غير النشارة حمرة معرفش النشارة البيضة غير متوفرة ليه في الأسواق يعني طبعا اللمبة وصلت تدرجة الحرارة تلاتين وفاصلت وزي ما قلتلكم لو لقينا إن السمان بردان بيسرخ نعرف من إن هو بردان هتلاقيه بيسرخ وهتلاقيه لا بيأكل ولا بيشرب ونكوم على بعضه كده فوق بعضه طبعا إحنا نلحق الموضوع ده لإن لو ما لحقناهش ممكن السمان بتاعنا لقد الله يموت فإحنا نزبط درجة حرارتنا وزي ما انتوا شايفين نحط أهو اللي جماعة سجدتان صالة كمان فوق الحضانة علشان يتدفوا أكتر ويبقى فيه احتباس للحرارة جوه يتدفوا بسرعة وطبعا لسه باقي السمان ما طلعش عندنا في الفقاسة لسه باقي البيض يعني إن شاء الله لما يطلع بإذن الله أوريلكم ناتج النهائي بإذن الله ولازم يا جماعة العلف يكون مطحون ناعم ما ينفعش جرش وما ينفعش ببعضه لازم يكون ناعم شايفين ده تقلبت على دهرها دي هنشوف كده هتعرف تقلب نفسها شطرة زقتوتا طبعا زي ما قلت لكم اللمبة الحلزونية دي يا جماعة سبتة ما بتفصلش خالص مع اللمبتين اللي متركبين على الترمستات وأي سؤال أو استفسار أنا تحت أمركم ويا رب تكون حلقاتنا النهاردة عجبكم وانتظروا باقي الحلقات إن شاء الله عن طريق التحضين السمان وإيه العلاجات اللي هنحطها وبعد كده بعد أول يوم من استقباله على الماء بالعسل أو الماء بالسكر أو بمحلول معالجة الجفاف وبكده تكون انتهت حلقاتنا ويا رب تكون عجبتكم ونهارة رضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستوضعكم الله الذي لا تضيع ودعه